علمنا من الصباح الباكر أنه في ثلاث سيارات وضعها مشبوه وقد تكون فيها موات متفجرة عليه نحن قمنا باستنفار كافة لأقسام الشرطة بما فيها المرور والنجدي والجنائي وأقسام الشرطة المعنية تمكنت أحدى الجهات الأمنية بملاحقتها نحن قبل قطعنا الطرقات على الطريق المؤدي من المطار إلى باب شرقي تمكنت أحدى الجهات الأمنية بملاحقة السيارات وقامت بتفجير سيارتين السيارة الأولى كانت عن جامع الفلاح والسيارة الثانية مقابل كليت الهندسة الهمك السيارة الثالثة استطاعت الهروب ودخلت فيه شوارع الباب تومى بطرق معاكسي بمخالفة السير واستقرت بها الساحة الموجودة الحالية أنتوا شايفينها وقامت بتفجير نفسه نتيجة التفجير هنا صار في عنا أضرار كبيرة بالبناء وبالسيارات اللي كانت بجانب الطريق عنا الأضرار اللي هلق الموجودة كانت لسيارات حرق بالكامل يعني كان أخوي بعض الأخو المواطنين كانوا موجودين هنا بالساحة متواجدين أثناء وجودهم تم الانفجار يحترقوا بالكامل نحن هنا على الفور نحن أجد دورياتنا طوقت المكان وقامت بإسعاف المصابين إلى المشافي ونقل الجساس إلى المستشفيات يعني نحن كما تشوفين هاللقص نحن صار عنا أضرار كبيرة بالأبدية عنا ثلاث سيارات حرق كامل هون وأكثر مستوى بشي حوالي ستة وخمسين سيارة أضرار مادي وعنا كم بنا هنا في أضرار كبيرة